كلنا نعرف الأستاذ إبراهيم الكفراوي قضو مجلس الإدارة تحت السن من دورة 2000. تمام. لكن مؤكد أن العلاقة مع الأهلي قبل كده بكتير. بدأت إزاي؟ العلاقة مع الأهلي بدأ من وانا طفل صغير سنة 76. أنا دخلت من لدي الأهلي مع أسرتي. يمكن كان الله أرحمه كابتن سيد صادق. هو كان جارنا. طبعا كان من أبطال السباحة. وهو عمل لنا الاشتراك. وجاب والدي والديتي وعمل لنا الاشتراك. ومن ساعتها بدأت العلاقة مع النادي الأهلي. وما انقطعتش أبدا. لأنها دايما بتبع علاقة اللي بيدخل النادي الأهلي بتبع علاقة أبدية مع النادي الأهلي. من 76 طبعا مارست الرياضة. اتجهت للسباحة وحبيتها أكتر. لعبت سباحة في فرق النادي المختلفة. مثلت النادي في بطولات محلية وبطولات دولية بر مصر. في سن 15 سنة كانت فرصة برضو كنت بلعب في المدرسة بجري. وكسبت بطولات مع المدرسة ودي من مميزات الرياضة المدرسية طبعا. فاتجهت الألعاب القوة ولعبت فرقة النادي للألعاب القوة. وكنت صاحب رقم مصر في 800 وال1500 في الجاري الناشئين. لكن جت في سن 18 سنة حصل حاجة غريبة جدا. كان فيه المهندس مصطفى عبيد الله يرحمه من أفضل الإداريين اللي كانوا جايهم في تاريخ النادي الأهلي. جالي وقال لي أنا شايف فيك إداري كويس. مش عايز تبطل رياضة وتيجي تبقى إداري. كنت دايما وأنا طفل صغير وفي السفريات في كل حاجة أنا بقعد أنظم للفرقة والزملائي وكده. فالموضوع كان مستهويني جدا. وكنت بروح وبقى أحضر البطولات وأكتب وأعمل. فابتديت إداري السباحة صغير جدا في سنة 18 سنة. ويمكن كنت أصغر إداري في تاريخ النادي الأهلي في السن ده في وقتها يعني. وبدأت أعدت اشتغلت إداري لفترة طويلة لحد سنة 96. كابتن محرم الراغب تولى الإشراف على فرق ألعاب الماء. وبعدين اشتغلنا مع بعض سنة وقال لي أنا شافت أنت كويس قوي وشغلك كويس. ومن خلال التسكية بتاعته ومن خلال مسندة كابتن محرم ليا. اتبقيت مدير إداري فرق ألعاب الماء في سن 25 سنة. ويمكن كنت أصغر مدير إداري. كنت تتخرجت من فتصاد وعلوم سياسي. كنت لسه متخرج. كنت لسه متخرج. حديث التخرج. بالضبط كده. كنت كان بقى لي سنة سنة ونص تقريبا. وكان طالب المدير كنت. بالضبط. وكابتن محرم كان دايما مؤمن بالكوادر ومؤمن بيعطف مع الناس. لأنه هو خريج مدرسة الأهلي تحت السن. فباصص. فبالضبط كده. فسندني. فان أنا بقى مدير إداري. وحتى الناس قالوا له سنه صغير قوي. قال لهم ويعني. ما عندنا عضاء مجلس الدرس صغيرين برضا. واشتغلت مع كابتن محرم من 4 سنين دول. وفي سنة 2000 استأذنته. قلت له كابتن محرم في انتخابات. أنا حاسس أنه ممكن يبقى لي فرصة أنه أنزل الانتخابات دي. قال لي أنت. وانت أممتها في دماغي. هو نفسه كابتن محرم. بالخط الإداري من وانا صغير. بس فيه أعراف في النادي الأهلي. بنمشي عليها ونستأذن. ونشوف اللي أكبر مننا ونقول لهم. لأنه لو ساعتها قال لي. لا أنا محتاجك في فرقة السباحة أكتر. كنت حاستنى وحبب فيه فرصة بعديها. بالأمانة هو تولى الموضوع. وفجأت أنه هو. واخد المبادرة. وراح وتكلم مع. كابتن صالح. ومع المجموعة الموجودة. قال لهم الولد ده. بقى له 10 سنين بيشتغل. وعنده خبرات إدارية مترقمة. وكان مساندني لحد ما ربنا وفقني ونجحت في انتخابات 2000.